لكن كما تعودتم دائماً وأبداً هناك الكثير في الغربال لما الفار مولد وصحبه معانا مولد وصحبه معانا أنت بدلت فجأة كده حلو مولد وصحبه معانا الحقيقة الفترة الغاة مش غاية يعني آه هو المولد منصوب لكن صحبه معانا مش غاية وهقول لكم من بعد الفترة بتاعة خسارة الأهل لمباراة الصبر الناس تقريباً ماشت مستر بيتسو موسماني ماشته وحجزته تذكرة وانشغله بخليفته مين وتشكيل الجهاز الجديد مين ومين اللي جاي وفكره ايه ده لقناه موجود للأسف في كتير من وسائل الإعلام المختلفة باش مهندس تبعتها تبعتها اندهشت منها الحقيقة لكن ما عرفش ليه حتى الأخوة في نادي الزمالك انشغلوا بالمسألة دية طلع كابتن خالد الغندور قال وانا حاجة فاني يعني ها وانا حاجة غير الاهلي قال الاهلي يتفى مع مين بقى؟ مع جرس الاهلي اتفى مع جرس بس فيه حاجة على عليه استان دوباي قالك في حالة اي اخفاق يعني يا بيتسو موسماني لو قلتها جرس جاي ويعني يعني وبعدين فضلت المسألة قالك في حالة اي اخفاق اديها يعني ده قبشا مفتوح على الاعتبار ها ان كابتن خالد بيحضر اجتماعات النادي الاهلي ها كالعادة يعني ها يعني طبعا هو لازم يحرف لك حاجات وفي حد علق عليه وقالك لا دكر تروس ها طيب طلع الوطن قالك فيه خمس مدربين مدربين معروضين على الاهلي في حالة قالت موسماني والادارة تستقر على تعيين مدرب عن مصري الاهرام قالت لا ده انتخابات الاهلي بتأجل حسم مصير موسماني والمدير الفني بيأكد هذا في حصد بطولة افريقيا للمرة الثالثة على التوالي في الجمهورية كتب الزميل احمد جلاء عن بيتسو موسماني وقال انه حال الاهلي محليا لن ينصلح رغم تأكيده في الاول على نجاحات موسماني وعلى انه حقق اربع القبل الاهلي لكن هذا لا يمكن ان ينكره احد لكن بيقول لماذا نجد الاهلي في هذه الحالة محليا وعلى العكس منها افريقيا ده تساؤل مهم جدا طرح احمد جلاء في الجمهورية هنشوف الاجابة عنه المصر اليوم قالت موسماني يطلب مدافعا افريقيا ويتحفظ على بنون وناهي الصرماهر بيحصل على وعد من التخطيط بحسم مصير وكهرابا يتمسك بالمشاركة الاساسية كمان قالت المصر اليوم الاهلي يستعيد الاستقرار وموسماني يتنفس السعداء الشروق قالت الاهلي يحسم التغييرات في الجهاز الفني خلال ساعات لكن كان الكلام المهم الحقيقة اذا كنا بنتكلم على كل الصحفة باشموندس فكرة ان البعض يعتقد ان الاهلي من السهل يغير لمجرد نتيجة الفكرة نفسك رأيك فيها هو التاريخ ما بيقول كده التاريخ بيقول كده ولكن ارجع تاني لفكرة ان الاهلي عنده مشكلة وارجع تاني اقولك لما كانوا في مجلس شعب عزيلي يناقشوا اخفاقات الاهلي واعضار المال العام ونتيجة المناقشة انتهت هو انتم بتحسبونا على عدم تحقيق البطولات ولا عدم احتكار البطولات الاهلي يحسب على عدم احتكار البطولات وهو ده اللي بيحصل النهاردة لان لما اخد ست بطولات واخسر واحدة او اتنين هو سيد إبراهيم اعكس لو كان مسلمان يبدأ بفقد الدوري والسوبر والسوبر بالطريقة اللي هي واردة انك تفقدها كده انه ضربات جزاء فانت وبعدين حقق كل انتصارات دي يعني لو انا بطولة افريقيا الاخيرة كان حد حيتكلم على اخفاقات ونهار ولا كان حيتكلم على نجاح مبهر وتكرار لانجاز عبقاري يعني النهاردة لبطولة افريقيا بعد الدوري الناس كانت حتقول ايه ده نجاح هايل اه ده المهم اه هي ده البطولة المهمة دي اللي حتنقلنا دي اللي حتقربنا في الالقاب العالمية دي اللي حتخلينا بعد ريال مدريب وبنقرب منه دي اللي حتلعبنا سوبر افريقي فالفكرة كمان ما تنساش تاني وتالي وترابع ان في ناس عايزة تستغل الكلام الفارغ ده ها هو مش فارغ لكن استغلاله فارغ يعني انك تغسر بطولة لا احنا ما تعودناش ودي مشكلة تالتة او مشكلة اولى بيترطب عليها مشاكل كتيرة انك انت وانت بتلعب على المركز الاول لما جيبتش المية في المية يبقى تسعة وتسعين فاشل وتستحق عليه العتاب واللو لكن لو انت بتجيب سبعين في المية وجبت خمسة وتسبعين ايه الودي العبقاري ده بسم الله ما شاء الله فانت انت دلوقتي اللي بيستغل دي عشان لحظات الاتخابات القادمة خلي بالكم